وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ان امن الخليج ارتبط ارتباطا عضويا بالامن القومي لمصر مضيفا ان العربة ليسوا على استعدادا للتفريط بامنهم القومية تمثل هذه التهديدات الارهابية الاخيرة لامننا القومي العربي مناسبة مهمة لتجديد النقاش حول تفعيل اليات العمل العربي المشترك القائمة بالفعل او التي تم اقتراحها وجاري مناقشتها فهذا هو السبيل الكفيل باستعادة زمام المبادرة العربية وتمكنهم من ردع ومواجهة اي محاولة للمساسب الامن القومي العربي بشكل سريع وحاسم فلا يمكن ان تتسامح الدول العربية مع اي طرف اقليمي يهدد اراضي ومنشآت ومياه دول عربية شقيقة وعزيزة او ان يسعى لممارسة نفوزه في الدول العربية من خلال ميليشيات طائفية تعمل لتحقيق مصالحه الديقة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر